السلام عليكم سنشرح اليوم بدرس دين المعادلات والمتراجحات كخطوة أولى سنبدأ بالتعريف لدينا كل عبارة رياضية تحتوي على رمز تساوي تسمى متساوية كمثال AX زائد B تساوي 0 أو هذه العبارة يصطلح عليها متساوية أو بمصطلح آخر معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد كنقصده من الدرجة الأولى الأس دين الإكس كتكون عندنا واحد هنا إكس أس واحد بمجهول واحد كنقصده بها الإكس عندنا غير مجهول واحد هذا A و B أعداد صحيحة طبيعية كتكون عندها القيمة ديالا هنا كمثال بصفة عامة ناخد مثال آخر بالأرقام مثلا 3X زائد أربعة تساوي صفر هذه متساوية بصفة عامة وبصفة خاصة معادلة من الدرجة الأولى وحسبة إكس عنده أس واحد بمجهول واحد وهو الإكس كيف سنحل هذه المعادلة؟ نحن نقوم بعمل المعالين في طرف والمجاهل في طرف لدينا إكس ما عارف ش القيمة دياله سيبقى في هذا الطرف ناقص 3X تساوي أربعة معلومة عدد نحن نحن نقوم بعمل المعادلة لتساوي أربعة معلومة عدد نحن نقوم بعمل المعادلة باش يبقى عندنا الإكس بوحده نعرفوا القيمة دياله باش نتخلصوا منها كنقسموا عليها باش نختازلوا بها هنايا يعني احتف هذا الطرف هذا غنقسموا عليها ناقص ناقص أربعة على ناقص ثلاثة هنايا ما تبدلتش لنا الإشارة ديال ديال ناقص ثلاثة كما لاحظنا علاش لأننا ما حولناهاش للطرف الأخر بالزائد أو الناقص قسمنا عليها يعني فهذا الطرف قسمنا على ناقص ثلاثة فهذا الطرف حتى هو غنقسمه على ناقص ثلاثة ما غنبدله احتى حاجة دابة حصلنا على القيمة ديال اكس اللي هي أربعة على ثلاثة كنقدرون تخلصوا من ناقص والناقص نختازلوا بها حيتش كينا في البسط وكينا في المقام حصلنا على القيمة ديال اكس وبالتالي كنديرو حل هذه المعادلة هو أربعة على ثلاثة أو بعبارة أخرى هذه المعادلة تقبل حلا حلا واحدا هو أربعة على ثلاثة ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى